اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليس هناك من شك ان هذه المسئولية تتزايد اهميتها في هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبرى يجب ان نواجهها جميعا بارادة قوية وبناء متماسك وثقة كبيرة في قدراتنا وافعالنا ويجب ان يكون اعضاء الحكومة التي تقف امامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة السفوف قولا وعملا ويجب ان يقدموا المسألة الاعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن قبل ان نبدأ في تناول تفصيلات البرنامج الجديد اود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة اعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين لقد كانت فترة عملهم مليئة بالتحديات وقد بزلوا خلالها اقصى ما بوسعهم لتحقيق الاهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم في البلاد ان هذه الجهود تشكل اساسا صلبا نبني عليه رؤيتنا وبرنامجنا الجديد اقف بينكم اليوم لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة مجددا معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصري لقد اعتمد برنامج عملنا بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطننا في المكانة التي طليق به وعلينا بادئ زيبد أن ندرك طبيعة التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات والتي بزلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدا كبيرا في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة والسطاح الأراضي وتطوير الصناعة وتطوير العشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطعات عريضة من السكان وتوفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى ومبادرة مائة مليون صحة ومبادرة تكافل وكرامة أما الوجه الثاني فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تعطل حركة الأسواق العالمية هذه الأزمة التي تسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها لقد أدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كافة دول العالم وقد أثبت المواطنون المصريون أنهم على قدر المسئولية فتحملوا الأمر بقوة وصلابة وثمت وجه سالس لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم والذي تقف مصر في قلبه ولا يخفى علينا جميعا الصراعات والحروب التي تنشب هنا وهناك في كل الاتجاهات من حولنا والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتبزل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية وتلعب دورا بارزا في الدعوة إلى السلام والوئام وتبزل قصار جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة وقد كان لهذه الحرب تدعايتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري وعلى رأسها إرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر في ضوء هذه التحديات وغيرها يمكن القول بحق أن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة التحديات ولذلك تضع الحكومة صوب أعينها خلال المرحلة القد مقبلة تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والارتفاعي بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة ومواصلة مصاري الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية وبزل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وسوف تعمل الحكومة على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام وتعمل على معالجتها بقوة وحزن والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم وسوف تعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة لمسنا جميعا معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء وأعاهدكم أن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيا خلال نصف العام الأول من برنامجنا كما لمسنا معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلنا جهودا كبيرة لضبط الأسواق وصارعنا بدخل مزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها وقد أصفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الآخرين ونستهدف مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة ويفرد ذلك علينا المزيد من العمل والمزيد من المشاركة والثقة والوعي بأن المسئولية هي مسئولية الجميع لا يستسنى من ذلك أحد ومن ثم فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل هو مسئولية الجميع وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلوا على أي مصلح السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والصادة أعضاء المجلس الموقر إن برنامج الحكومة المصرية للفترة من عامي 24-25 إلى عامي 26-27 الذي وضعنا له عنوانا معا نبني مستقبلا مستداما يقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضرا أفضل ومستقبلا مستداما للأجيال القادمة ونسعى من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية وهي على النحو التالي المحور الأول المعني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية يتضمن هذا المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي بالإضافة إلى تعزيز مشاركاتها في المنظمات الدولية ونؤكد على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لا سيما في إطار الأمم المتحدة وتطبيق مقارنة وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذا كافة المحاول الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية والتنصيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه وبناء قدرات الدول في هذا المجال نحرس على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى السنائي وعبر جماعة الدول العربية اتصالا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها سمام أمن المنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي خلال فترة البرنامج سنسعى بجدية لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر حديثا فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة هذا إلى جانب الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية وباعتبار أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السبراني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين مع العمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث هذا فضلا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ويتضمن المحور أيضا أمن الطاقة من حيث تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيمويات كما يهدف المحور إلى تعزيز الأمن السبراني والأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي في مجال الأمن السبراني هذا فضلا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر وسورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال هذا وتؤكد الحكومة حرصها على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر المحور الثاني والمعني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته ويتضمن هذا المحور عدة محاور فرعية وهي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة والإسكان والمرافق لقد وضعت الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري إيمانا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة ويأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على التمكين الاقتصادي لها والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل وسنستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تغطيتها وتوجيهها للأسر المستحقة هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمال غير المنتظمة مع التأكيد على مد مظلة الحماية لتشغيل لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين نسعى إلى تمكينهم اقتصاديا وإدماجهم اجتماعيا كما سنستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة للنهوض به خلال المرحلة المقبلة والتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة ورفع كفاءة العاملين به تحرس الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية ونعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية وتنويع مصادر التمويل له ونؤكد على إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية كما نولي اهتماما بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات ونستهدف إنشاء أكثر من ستين مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام عشرين ستة وعشرين في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس نستهدف التوسع في مدارس النيل والمتفوقين وإضافة مئة مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام عشرين ستة وعشرين لتقدم مناهج تعليمية متطورة مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة كما نحرص على التوسع في مؤسسات التعليم العالي وخاصة التي تقدم برامج تعليمية حديثة ويحظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير حيث نسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل تؤمن الحكومة بأهمية دور الشباب والمرأة حيث يستهدف البرنامج تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري لهم كما نستهدف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير فرص الترقي العملي والعلمي لها وتشجعها على ريادة الأعمال هذا إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسع في تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية مع التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرع في كل أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق الفقيرة كما نؤكد حرص الحكومة على زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024 وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج هذا وقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني وفي هذا الإطار فإننا نستهدف التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع والارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني مع ضمان الاستدامة البيئية هذا وقد انتهينا بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة مع توفير المسكن الملائب لمختلف شرائح الدخل هذا فضلاً عن العمل على سرعة توفير خدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين وتنمية وتطوير القرى المصرية السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر المحور الثالث والمعني ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات يتضمن هذا المحور سلاسة محاور فرعية هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم يعد بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها وقد شهدت الفترة الماضية سمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار وفي هذا الإطار نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فضلا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية تواصل الحكومة مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا حتى عام 2026-2027 وترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام وخفض اجمال الدين العام وتعزيز الشفافية المالية كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 26-27 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية هذا ونستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمال الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 26 وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 كما ستعمل الحكومة على حفظ الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمال الاستثمارات ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14% هذا فضلا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة الصادرات للخارج بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمروكية بعناصرها كافة وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمروكي سنواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي حيث تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي سبيل تحقيق ذلك نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 26-27 نولي اهتماما كبيرا لتطوير الصناع الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وقد تضمنت الجهود المبزولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلى ذلك ركزت الحكومة على تحديث البنية التحدية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية ونهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمال وضعنا برنامجاً لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة نعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة ونتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة اتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو مية تنين وخمسين فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزع على مستوى المحافظات السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر إننا نؤكد سعينا المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفي هذا الإطار نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية نولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة ونستهدف في برنامجنا تنمية القطاع الزراعي والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي كما نتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية ونعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات البناخية نضع نصب عيوننا ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030 وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات ونسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة كما نعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الزكية وأجهزة الحاسب اللوحي وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان العديد من الشركات الناشئة ستستمر الحكومة في بزل جهودها لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية كما تعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة في المعارض السياحية الدولية إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي يستهدف برنامج العمل أيضا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال تبني العديد من الإجراءات التي منها إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية من خلال تطوير سبع ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة فضلا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمال أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى مئة كيلو متر وتطوير الأسطول البحر المصري ليكون قادرا على نقل عشرين مليون طن بضائع متنوعة سنويا كما نعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن على الموانئ المصرية واستكمال مخطة تنفيذ إنشاء عدد 31 مي ناجاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية ستواصل الحكومة جهودها في تعزيز قطاع التشهيد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات كما نعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحة التنفيذية وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في إطال الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة كما سنعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية ونؤكد حرصنا الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من أجل ذلك استهدفنا عدد من البرامج الرئيسية تتمثل في موصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والاستمرار في برنامج التروحات فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأعمال التجارية مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي سيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر لقد تسببت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي ولم تكن مصر بمعذل عن هذه الأزمات فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوك في أسعار العديد من السلع والمنتجات ومع انحصار الضغوط التضخمية خلال عام 24 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج الزراعي والغزائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري هذا فضلا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد ورقمنة أسواق السلع الرئيسية وقد لمسنا مؤخرا تراجع معدل التضخم السنوي لإجمال الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 24 بعد أن وصل إلى 39.7 في أغسط 23 وستستمر جهودنا لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء عن المواطنين نسعى بالسمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي وقد استهدفنا عددا من البرامج يأتي في مقدمتها دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكة اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام ومواصلة مايكنت منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن كما سنعمل على تطوير وتطبيق حلول الزكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الزكاء الاستطاعي السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر إن استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبول عليه ومن هذا المنطلق يأتي المحور الرابع والمتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسق الوطني ولتحقيق ذلك فإن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتدعم الحقوق والحريات دولة تعلي من قيمة المواطن وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية دولة ذات مكانة رائدة إقليميا ودوليا تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية ومن هذا المنطلق تضمن هذا المحور تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق عن النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق عبر تشكيل لجانة تخطيط الشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ بعانية تؤكد الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثل المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة والمجموعات المهمشة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني هذا مع التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 24 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحة التنفيذية مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة مع التركيز على نشر روح التسامح لتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وستحرس الحكومة على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية هذا ونؤكد على بناء أواثر الثقة بين المواطن والدولة وذلك من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين وتعزيز سياسة قانون مع مواصلة التوسع في أعمال ما يكنت إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر إنني أود أن أبعث من خلال مجلسكم الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعداء مؤكدا على عدد من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها مع النصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل أولا إن مصر قادرة وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واتمئنان ثانيا وكما يؤكد السيد الرئيس دائما فإن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة آلة الشعب الذي صنع الحضارة والذي لا يزال يصنعها ثالثا إن التكاتف بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعي والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح أؤكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلسكم الموقر الذي يؤدي دوره الرقابي مصارات لتطوير الأعمال المختلفة كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها وسوف نواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من ثلاثمائة صفحة توضح بشكل جلي مصارات وبرامج عملنا استعرضنا في هذا البيان جزءا يسيرا منها ونرحب بجميع الأراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج المجلسكم الموقر لنقر معا مصارات عمل الحكومة للفترة القادمة ونحوذ ثقة أعضاء السلطة التشريعية ممثل الشعب تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية إن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات إننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني نؤكد فيها التزامنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه ونسير بخطة واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملنا في المدى الزمني المحدد مستندين إلى نهج تنموي مستدام يلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل نتطلع معا إلى غد أفضل نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا ونعمل جميعا بتفان وإخلاص واضعين رفعة الوطن سوب أعيننا وصالح المواطن على رأس أولوياتنا موقنين بأن الله لا يوديع أجر من أحسن عمله وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الأعضاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بيانه الذي ألقاه عن برنامج الحكومة والذي نأمل أن يكون برنامجا ملبيا لطموحات وآمال المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم السادة الأعضاء تقد الفقرة الثانية من المادة مئة ستة وعشرين من اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس وعملا بحكم هذه الفقرة فإني أعرض على حضراتكم تشكيل هذه اللجنة الخاصة برئاسة سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيلي أول المجلس وعضوية اثنين وأربعين نائبا وهم سيادة النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس السادة رؤساء اللجان النوعية السادة ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة إلى السادة الأعضاء سليمان حميد وهدان غادة محمود علي أحمد محمد مصطفى بكري إيرين سعيد عبد المعز سعيد أحمد محمد سلام الشرقاوي ندى ألفي ثابت بسالي أحمد محمد أحمد فرغل أحمد فتحي محمد عبد الحميد وعلى هذه اللجنة الخاصة أن تتدارس برنامج الحكومة بحضور السادة الوزراء المعنيين وأن تعد تقريرها عنه خلال عشرة أيام على الأكثر تمهيداً لعرضه على المجلس وعملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة مئة اثنين وعشرين من اللائحة الداخلية للمجلس أرجو السادة ممثل الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بأسماء السادة الأعضاء طالب الكلمة في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس أو على التابلت السادة الأعضاء الآن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة إن شاء الله الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر